في ظل هذا الامر ما حدش عارب بكرة في ايه فلازم انت تبقى مستعد مستعد لأي شيء ما انت فيه اشقاءنا هيجولك من غزة هيبقى فيهم مصابين هيبقى فيه عندهم مشاكل كبيرة فدي جولة دكتور خالع بفار النهاردة مع اللواء دكتور محمد عفضي لسلوشة محافظ شمال سيناء دكتور خالع بفار النهاردة طبعا استمع للمحافظ التجهزات الموجودة في اكتر مستشفى في شمال سيناء وحتى عندنا مستشفى عسكري مستشفى جامعة عندنا مستشفى ايضا مستشفى العريش العام عدد من المستشفى ايضا في الشيخ زويت في ايضا مستشفى في مناطق وحدات صحية فانت النهاردة بتجهز تبقى جاهز لأي وقت لا قدر الله يحصل اي حاجة لأي وقت يحدث اي شيء جيلك اعداد من فلسطين على فكرة اشقاءنا عايزين ان احنا نعالج المصابين عندنا في مستشفياتنا ولكن يتم لابد من هذا الامر لانه يتم من النهاردة تدمير مستشفى في قطاع غزة الوزير دكتور فار بفار بيشوف طبعا بيطمئن على المصابين طبعا واسرهم اللي موجودين ولكن كمان اكد على الجاهزية وعلى ايضا المساعدات اللي مصر بتقدمها او قدمتها لأشقاءنا في غزة بيتكلم على اكتر من الف وطن مساعدات جاهزة تدخل الى قطاع غزة اتكلم على الشاحنات اللي موجودة اتكلم على الاجراءات اللي مصر اخدتها اتكلم على ايضا على الجاهزية سواء في شمال سيناء او اي مستشفى اخرى يعني عندنا جاهزية النهاردة بتكلم على شمال سيناء بتكلم على السويس بتكلم على بورسعيد بتكلم مرحلة اللي ممكن نودي ضميات لو الامور زادت اكتر نروح للقاهرة منطقة المركزية وبالتالي هناك النهاردة جاء في 150 عربية الساعة في جاهزة دلوقتي قالك ممكن العدد ده يضعف بكرة البعد الساعات يكون عندي 300 عربية 400 عربية احنا جاهزين عندنا الحمد لله خدمة صحية وعندنا قدرة كبيرة موجودة ولكن بقول لكم احنا كمان كدولة بتعرضين لضغط رئيب يعني تخيل حضرتك احنا امر دخلنا في امر مش بتاعنا تخيلوا احنا دخلنا دلوقتي امر مش بتاعنا بلدنا مشدودة بلدنا يعني اقدر اقول لك كده عندها رفع الحالة في كل شيء قدي بتكلم حتى لو بكلم على الصحة رفع الحالة في وزارة الصحة بالكامل ومستشفات الجيش والشرطة والجامعي فانت وضع يعني ما كناش نقصين هذا الامر طب ما بالك لقدر الله لو الامر توسع لو حصل اللي هو اللي اسرائيل عايزة تعمله انه ضرب ضرب وقاتل وقاتل وتصفيات زي ما هي بتعمل دلوقتي وانه الاثنين مليون دول يجوا عندنا على المعبر ويجوا عندك على الحدود المصرية ما هو العمل هيبقى في مشكلة كبيرة جدا توجهنا وبالفعل ومشكلة بتوجهنا عشان كده عايزين نلحق وقف هذا العدوان الصيونة على الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته وانت ما تجيش تقول لي المسؤولية لا هتمسك الامر هيمسك القضية الفلسطينية هي القضية بقول لها حالك وزي ما بدأت الحلقة ناس كتير كانوا يتكلموا عليها طب وقت الجده هم فين مين بيتحمل النهاردة الدولة المصرية حد تاني شايل على دماغه احنا اللي شايلين في حد تاني المشكلة بقول لك النار عندنا النار عندك النار على حدودك فانت اللي تبقى جاهز في حد تاني عنده نار غير مصر لا النار عندنا في دول اخرى مع تقدير واحترام ليهم يتحملوا هذا اللي أنا بتحمله النهاردة في دول اخرى جيشها جاهز يعمل يدافع لا مفيش انا بقول لك مفيش على الهوى هو أنا بخاف من حد وما بخافش من حد ما بخافش غير مربنا محدش جيشه جاهز وغير جيش المصري محدش مستشفاته وغير مستشفاته مصرية النهاردة بتكلم التموين ما لو شوف انا بكلمك لأبسط شيء لكل ايه لكل اجراء فأنتقامنك القوم النهاردة عندي مشكلة عندي حد تاني محدش عندي ناس تتفرج بس ناس تتتفرج عليك وناس تتفرج عليك ناس عند المعبر وناس بالمعبر والشاحنات برة ده فيه ناس يا راجل ما بعتوش يعني كيس لحمة والله العظيم في ناس ما طلع من عندهم كيس لحمة العملين يتكلموا على القضية وينضلوا على القضية ما فيش مش هقولك يبعتوا طيارة ولا يبعتوا شاحنة والله كيس لحمة ما بعتوه إزازة سماية ما بعتوها النضال من أجل القضية ووقت القضية تحتاج النضال مصر مصر الموجودة يروح وزير الصحة والتضاء والدنيا كلها تروح عشان نبقى جهزين والدنيا كلها عندك يعني الوزير الصحة موجود النهاردة هو طبيعي ايه مش طبيعي مش طبيعي ولكن عنده تكليف من الرئيس من مبارح كل وزير مسؤول جاهز ازاي انت مش عارب بكرة والخطوة التالية ايه مش عارب بكرة ممكن يحصل ايه لقدر الله احنا متكلم على جيش احتلال جيش جلوني بيرتكب جرائم بيرتكب ابادة بيرتكب مذابح فانت لازم تبقى ما يبقاش يحصل حاجة ووقت يلا فين مش موجود لا احنا نبقى جهزين ومستعدين لا قدر لأصعب سيناريو لأسوأ سيناريو يعني انت النهاردة كل أجلس الدولة ومؤسستها بجهزة لأسوأ سيناريو بكررها بدل المرة مليون للشعب العظيم ولمشاهدين الكرام مستعدين لأسوأ سيناريو مش للا ما هو لازم لما بتعمل خطط لازم تبقى عامل أبعد حاجة أسوأ حاجة بتبقى عاملها رحلة أسوأ ايه طب الأولاني طب البند الأولاني طب التاني طب الخامس طب الأسوأ ايه هو لازم تبقى جاهز ليه عشان لو حصله بقى أنا أجاهز له مش عايزيني يحصل بس طب فرض عليك هتعمل ايه هتتعامل معا ازاي؟ ماذا لو فرض عليك؟ هتتعمل معا ازاي؟ حطت هذا الاعتبار الأسوأ سيناريو حطه مشغال عليه هي دي الدول إنه بقى حطت كل حاجة قدامي تعالوا نتابع الدكتور الخالب وفار وزير الصحة في شمال سيناء وفي العريش وأيضا يطمئن على منظومة الصحية متابع